اهلا بكم في الحلقة دي ده من حلقات حياة مهاجر بامريكا. النهاردة غير يكلمكم عن خمس اشياء لازم تعملهم اول ما تاخد الجنسية في امريكا. فابقوا معنا. في بداية الحلقة احب اشكر كل المشتركين الجداد في القناة. اهلا بكم معنا. الحياة قبل ما ابدأ كلامي احب اشكر الاساز هاني هاني على تعليقه اللي بيقول فيه. انا زعلان المشاهدات قليلة جدا في القناة. عجبني جدا مصدقياتك وبسطتك في توضيح اي امر يا استاذ امير. الحياة اه بشكرك على شعورك اه الحياة اليوتيوب لا يفهم اي لغة زي ما قلت لكم قبل كده. غير لغة اللايك والكومنت. والفترة اللي بتعودها على كل فيديو. يعني لو عدد اللايكات بيزيد. حتى لو تعليق من كلمة واحدة. او اه ان الناس تعد فترة اطول. هما اليوتيوب بيحب ان الناس تعد فترة اطول على البلاتفورم. بحيس ان هو يجذب مشاهدين اكتر. فكل ما الفيديو الناس كتير تتفرغ عليه فترة اطول. وكل ما فيه لايك اكتر. وكل ما فيه تعليقات اكتر. هو بيبعطه الناس. وبتنتشر القنوات على كده. ولكن للأسف الناس كتير بتتفرج. وما بسيبش لايك ولا تعليق ولا او بتطفي الفيديو من اول سانيتين. فعشان كده بتبقى المشاهدات قليلة. خلافا للقنوات التانية اللي انتوا عارفينها. اه الناس بشك تبقى اي كلام يعني تعليقات بتبقى يعني كتيرة. اه حتى وان كان الموضيع مش هدفة او القناة مش هدفة اه للترفيه فقط. وعشان كده بتلاقوا القنوات اللي هي الجادة. عدد مشاهداتها وليل. مقارنة بالقنوات اللي فيها يعني نسبة ترفيه عالية. او نسبة اه يعني ضحك او هزار او حاجات من هذا القبيل. بس يا استاذ رامي ده تفسيري لعدم وجود مشاهدات كتير على القناة. للثلاث اسباب اللي انا قلتوهم دول. بشكرك شكرا جزيلا. النهار دقائي كلمكم عن خمس حاجات اللي يجب تتعامل بصناعة شديدة جدا. بعد ما اتاقد الجنسية. هي رحلة الجنسية رحلة طويلة جدا. اه شاقة. من اول تحضيرات السفر للسفر لبداية حياتك. للبحث عن عمل للبحث عن مكان تعيش فيه. لتأسيس بيت. لا رحلة شاقة جدا جدا وطويلة. خمس سنين على الاقل عشان تاخد الجنسية وتحلف اليمين وتاخد شهادة الجنسية. اه وطبعا شهادة الجنسية هيكون لها يعني بعض المميزات اللي انت لازم تستفيد بيها. حيارات مهمة لازم تعملها بسرعة. اه اهم الحيارات دي في رأي انك تقدم على طول على الباسبور. الباسبور الامريكي مهمة جدا الحقيقة يعني. اه هيخليك تسافر اه بلاد كتير قوي من غير ما تكون محتاج فيزا. اه الباسبور الامريكي كمان بيعتبره اثبات للجنسية ان انت مواطن امريكي. اه وعشان كده الناس بتسرع قوي انها تعمله. اه الحقيقة ممكن تجيب الابليكيشن على طول من اه اونلاين. عموما هم بيعاتوا نسخة في بيجيلك كده باكيج. اه لما بتحلف اليمين. اه الباكيج ده في الابليكيشن. ممكن تملاق على طول وتقدمه. او ممكن تطبع الابليكيشن موقع اسمه www.travel.state.gov هسيب لكم الموقع. اه ده بتخش عليه وتعمله الابليكيشن. اه الحقيقة يعني هو بياخد وقت شوية. دلوقتي خصوم بعض القرنة بياخد وقت. اه لكن هو خطوة مهمة. في ناس تانية بتستعيد. يعني مش تستعيد لكن في ناس بتستسل اوي حيث انها تعمل حاجة اسمها باسبورت كورد. الباسبورت كورد ده بيبقى تكلفته حوالي خمسة او ستين جنيه. ممكن تعمله الحياوة هي يعني هيساعدك قوي في انك تسافر جوه امريكا بسهولة. مش لاجب تشيل الباسبورت يعني في جيبك يضيع منك او حاجة. لكن طالما انت داخل امريكا ممكن تستعمله بسهولة في المطارات. حتى في دول ممكن ترجع اه منها بالباسبورت دوات لا اسراء جايب المركب او اسراء جايباري. ممكن اللي هو الباسبورت كورده يستخدم او جايب من كندا او جايب من مكسيك. ممكن يدخلوك على الحدود بالباسبورت كورده. ما فيش مشكلة. اه فهو مهم. خمسة ستين دولار مش كتير لكن هو اه الحقيقة انا شايف انه هو مهم. الحاجة التانية اللي لازم تعملها على طول ان انت ودي بينساها كتير من المهاجرين ان انت تعمل للانفو بتاعتك اللي موجودة في مكتب التأمينات الاجتماعية يعني بالعربي كده بالمصري اللي هو ده. لازم تروح تغير يعني هم مش هغيروه اوتوماتيك لكن هو انت هتروح لهم اه بالشهادة اللي انت اخدتها بتاعت الجنسية هغيرو لك بس حالتك مين? حاجة بيسموها اه اللي هو يعني مقيم دائم اللي هو يعني لحالة اللي انت بقيت مواطن امريكي هم بيعملوا بس ابديت للديتا عندهم وخلاص ما فيش اكتر من كده لان يعني هم ما بيغيروهاش اوتوماتيك لكن انت لما بتبقى مواطن امريكي بقى لك مزايا تانية خاصة الناس اللي هتحصل على يعني مزايا من الحكومة اه وانت مواطن امريكي مختلف عن انك مقيم دا. الحاجة التالتة برضو ان انت تقدم لولادك على طول اي اولاد عندك مش محتاجين يدرسوا طالما تحت التمنتشر سنة فهم بياخدوا الجنسية بالتبعية. فبتقدم لهم وياخدوا الجنسية بالتبعية يعني مش 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 شرط يذكروا ومش شرط يمتحنوا ولا يخشروا في الاجراءات اللي انت دخلتها مجرد ان هم قصر. اه وانت اخدت الجنسية فهم بياخدوها بالتبعية يعني. الحاجة الرابعة بقى اللي انا بنصح بها جدا. اه عارفين الناس اللي هي عاية تجيب عائلتها وبعدين تتأخر وهي ما تعرفش ان انت عشان تجيب عائلتك بتاخد سنين طويلة جدا. هي اول ما بتاخد الجنسية تقدر تقدم وتجيب اخواتك وتجيب اه والدك والدتك والدك والدتك بيجيب بسرعة جدا. لكن المشكلة هتبقى في الاخوة والاخوات. خصوصا اللي هم مش قصر اللي هم عدوا السن يعني. اه دي بتاقت سنين طويلة يعني. فعشان اه يبقى الوقت الى حد ما ملكت. اه فاول ما بتاخد الجنسية تقدم لهم. اه الحياة في الخطوة دي بتبقى محتاج انت تبقى انت بتبقى يعني الرعي بتاعهم. او بتجيب حد خارجي يرعاهم اللي هو يعني يبقى متكفل بهم ماليا في الفترة دي لو حاجة حصلت لهم او يحتاجوا مساعدات من اي نوع. خلال الخمس سنين الاولانين هو يبقى متكفل او يعني يبقى اه سبونسر عائل لهم يعني لو حاجة حصلت. هو بقى متكفل بالمصريف او متكفل لو حاجة يعني كابلتهم او مقدروش يدفعوا حاجة هو يعني ملزوم بها. اه ودي خطوة مهمة يعني لو حد اه ناوي يجيب اخواته فهيقدم لهم على طول ما يستناش وقت لان كل بتاخد سنين بياخد سنين طويلة يعني. اه الحاجة اللي بعد كده الخمسة ان انت بتقدم في ان انت عشان تبقى اه يعني لك الحق في المواطن امريكي. هتبقى من حقك ان انت تشترك في الانتخابات. اه في بعض الناس يعني بيبقى لهم اراء معينة او يبقى لهم اه وجهة نظر معينة في رئيس دولا على الاخر. يقدر هو يعني اه يبقى له اه صوت. فكل مجموعة مسلا مسلا يعني لو قلنا اه مسلا الجماعة الصمر والازبان الفترة اللي فاتت كان لهم تأسير كبير في ان بايدن ينجح لانهم كانوا بيكرهوا اه ترامب لانه هو بيعتبروه ريسست. فا اه ناس كتير قوي قوي من الناس الملونين وقدوا صوتهم لبايدن وعشان كده بايدن نجح. فا لو كل واحد قال انا مش مهم انتخب وكده فهيبقى يعني حتة الديمقراطية مش هتبقى مية في المية اه موجودة. ودي حاجة مهمة في امريكا اللي هي حياة الديمقراطية. الديمقراطية السياسية. انك لازم تمارسها ويبقى لك صوت ويبقى لك تأسير في المجتمع. دول كانت خمس حاجات كده سريعة. اه نصيحة يعني مني ان انت تعملهم بصرعة شديدة. وخصوصا اه لو انت تعبت وخدت الجنسية وكفحت. اه وعايز تجيب اخواتك تعملها بصرعة شديدة ما تستناش يعني. اه والحاجة التانية برضو للناس بتغفالها ان الحقيقة السوشيال سيكوريتي نتميل له عشان ناس عشان السيستيم يعرف ان انت بقيت مواطن امريكي مش مش بيرمنت ريزينت ما كنت. اه ارجو اكون في التقن في الحالة دي. اشكركم والقاكم بالحلقة القادمة ان شاء الله.